هل إدارة هذا الصراع حتى يصل إلى شكل من أشكال الهدوء النسبي من شأنه أنه يخمد صراعات أخرى في المنطقة أو يهدأ أيضاً من الصراعات الموجودة في المنطقة؟ باليقين نعم لأنه الصراع دوت أولاً له قيمة صراع الفلسطين الإسرائيل يعني إيه الفرق بينه مثلاً السودان أو أي حاجة تانية إنه أولاً له قيمة تاريخية أجيال كاملة من العرب والمسلمين والمسلمين نشأوا على يعني التعبير الأثير القضية الفلسطينية هي القضية المركزية القضية الرئيسية الدين المسجد الأقصى ففيها رمزية دينية حول الصلاة والأشاء لهذا القبيل طبعاً لما بتشتعل هذه القضية بيحضر للدخلات أولاً بيتيح لإيران فرصة دور أكبر في كل شؤون المنطقة ثم الأحزاب والحركات المدعمة لإيران عزب الله القوات الحجر إلى آخره في الوضع في السورية الوضع في اليمن كل دول بياخدوا مساحة أكبر من الجغرافيا السياسية ومن الجيوبروتكس المنطقة بللقى ضرم يبقلوها إذا قد تشتعل تشتعل صراعات جانبية بدعوة مشاندة القضية الفلسطينية لما تبقى هذه القضية في طريقها إلى الحل وأنا قلت الحل الوحيد حل السياسي الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم ومن حق حقنا جميعاً إن إحنا نضمن إن إسرائيل وفلسطين بيعيشوا في سلام إن لا تشكل أي من الدولتين خطر أو تهديد عليهم الكلام بتاع إسرائيل كلام ناتنياهو إن لا بد من السيطرة الأمنية الكاملة على ضفة غربية وغزة كلام غير مقبول كلام يؤدي إلى استمرار الصراع تهديئة الصراع يكون فيه التعايش السلام العادل ألا يوجد مستقبل لهدنة ولو قصيرة ما بين الطرفين؟ لا في الأجل القصير لا يعني والنهار ده برضو أبو مبارح ناتنياهو أعلن نرفض شروط حماس حماس للهدنة أو لو أخذ لخمار ليه بقى أنا مش عايز أقول هيداتي حماس تعلم هو الإسرائيلين قلوا إيه؟ طلعونا الناس اللي عندوك حماس تعلم إن هي لو أفراجت عن كل الناس اللي عندها هيتم الدكة غزة الدكة غزة باللي فيها باللي فوق باللي تحت إلى آخره وإن إسرائيل لا تبارس كل أساليب العنف بتاعتها خوفاً على حياة الناس دول ورغم هذا قاتلوا بعضهم عن طريق الخطأ أو عن طريق التهور لبعض الجنود أو شيء من هذا القبيل يعني الموضوع تشابك دلوقتي فيه تفاصيل كتيرة بقى لكن الإجابة على سؤال حضرتك وقل يدل على هذا كان فيه وساطة مصرية قطرية كان فيه جهود قطرية مستقلة وفيه جهود مصرية مستقلة كلها بتوصل للوقت بتوقف يعني المساحة النهاردة بين حماس وإسرائيل بقت واسعة جداً إن في حقيقة الوسيط لازم يشتغل على حد أدنى من المصالح المشتركة من الطرفية يعني الهدنة الأولى كان فيه مصلحة الحماس فيها وفيه مصلحة الإسرائيل فيها تلاصل المصالح المشتركة ومن ثم الوسيط يقدر يبني الوسيط يروح يتكلم معك ويسمعك كويس يروح يتكلم بالطرف التاني ويسمعه كويس من السماعة كويس ده يقول قدم ساحة مشتركة صحيح ويبدأ يشتغل عليها ويوسحها ويطم من ده ويطم من ده لإنه طبعاً لا توجد ثقة بأي شكل من الأشكال فبرضو فكرة بناء الثقة للحد الأدنى اللي يسمح به التعاون فيه قضايا معايا زي اللي حصل مؤخراً في صفقة كانت قطر وفرنسا عملتها بشكل الدواء توصيل الدواء للجنود المحتجزين مقابل كميات من الدواء تخش قطاع غزكا كولي البحث عن القواسم المشتركة المصالح المشتركة دكتور الوقت اللي بينتهي أنا بقى فعلاً لو كان الوقت رجلاً لقتلته وأنهيت حياته تماماً إلا أنه يعني أنا لا أستطيع وصف ساعتي ولا انتناني مقبول الدعوة أشكرك جداً حتى قابلت دعوتنا ودت لنا لوقتك وأخرناك وصهرناك يا دكتور نورتني وشرفتني وأسعدتني وأفدتني بشكل مباشر وشخصي كما أفدت بالتأكيد ملايين المشاهدين ولعلها إضاءات لخلق مساحات مشتركة قد نستطيع بها إدارة الصراع الراهن وصول إلى تهديئة المنطقة وحل